بالحديث عن الأمن والاستقرار لا ننسى التضحيات فالعقيدة راسخة لدى القوات المسلحة وجميع قوات الأمن المصرية التي تشتمل على الجيش والشرطة لديهم عقيدة وغضحة وهي الحفاظ على الوطن حتى إذا كانت الروح هي التمن هذا جانب مهم أيضا في الحديث عن معادلة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية بعد طورة الثلاثين من يونيو سيادة الوقت يارد دكتور هشام الحلبي من جديد أرحب بك ثمن كبير دفعته عائلات مصرية يعني شباب راحوا ضحايا لغدر الإرهاب من قوات الشرطة من قوات الجيش وكذلك من المدنيين يعني هذا تمن غالي لكي نحيا في أمن واستقرار طبيعة الشعب المصري طبيعة مختلفة الشعب المصري بيقبل التضحيات في سبيل الأمن القومي على مر السنين يعني ما بيجي لنا عدو بنقبل التضحيات حتى بروحي واستشهد مدنيين أو عسكرين في دول تانية لما بيجي لإرهاب بيسير البلد وبيمشي صحيح وكتير لكن مصر والشعب المصري لأ وبالتالي المقاتل المصري ده هو مربية أم مصرية وأب مصري الجيش المصري شريحة رأسية من كل المجتمع المدني في مصر ودي نقطة مهمة جدا أن الأسر المصرية هي مدرسة الوطنية الأولى وهي الأم كمان فالنقطة دي نقطة مهمة جدا أن قبول التضحيات سواء عسكرين أو شرطة أو مدنيين ده كان الأساس القوي جدا للنجاح في مكافحة الإرهاب وقدي مثال الأم المصرية ابنها استشهد بدخلها التانية كلها الحربية ده هتلاقي كلام دهنون في العالم كتير من الأمثلة كتير جدا من الأمثلة بصورة الحقيقة يعني التاريخ بيوفق قدامها عاجز وأكد تاني والله وكل الاحترام للجميع في دول الإرهاب بيجي بيمشوا بيمشوا من اللي حكافح الإرهاب وطب مدنيين طب هنالمدين هنا ممشوش يعني أنا شاف أن دي نقطة قوة عالية جدا في الشعب المصري أنه يقبل التضحيات في سبيل الأمن القومي وتأمين بلده وده كان الأساس هل أي مدى ترى قوة مساعدة للدولة في المضي في خطتها للحفاظ على الأمن في البلد؟ دي القوة الأساسية دي الأرضية الصلبة يعني كلمة صلبة قليلة اللي بتتحرك عليها الدولة المصرية بالكامل وعلى فكرة التضحيات دي ممكن مش بس في مجال الأمن القومي وبعد العسكري في حاجات كتيرة معنا شوفنا التضحيات في سبيل إجراءات الصلاحة اقتصادي التضحيات في حاجات كتيرة جدا طبيعة الأمر المصريية أنها بتضحي بكل شيء عشان خطر ولادها فطبيعة موجودة في الشعب المصر نحافظ عليه يعني بقولها احنا ليه بنطلع بنقول الحاجات دي بنقول الدروس المستفادة عشان نحافظ عليها وننقلها لأولادنا اللي ما عاشوش التجربة يعني فيه ناس في 2013 كان سنه 6 سنين 7 سنين يعني ممكن ما عاشش التجربة كان ندراكوا أنه مش عارف التجربة في صورتها الحقيقية فيه ناس عاشوا التجربة شوفوا بلدهم وبيضيعوا والحمد لله قدرنا نحافظ عليها فدايما احنا بنقول الدروس المستفادة عشان نقصل نقطة القوة جوانا ونقول الكلام ده اللي جايه وده أمن قومي انه نقوله انا شاف انه بينتقل على مارسين كان بينتقل طبيعي جدا ومش عارفين بينتقل ازاي جنات بتنتقل مع المصريين لكن انا شاف ان مع مع اعلام مضاد عبر الحدود بيحاول يكسر الحتة دي انا برضو كمصريين لا احنا نحاول نقصلها في اولادنا وفي الاجالة اللي جايه هذا ده أمن قومي قبول التضحيات والمحافظة على الدولة دي نقطة مهمة جدا لان على فكرة التحدات مش هتنتهي لا التحدات لم تنتهي بل ازدادة خطورة وهذا ما نتحدث عن الولاد لو احنا مصر احنا بنحارب من 7000 سنة طبيعة المنطقة دي كده طيب سيدة الواقع يعني الدولة المصرية تمضي في خطتها لكن العالم من حولنا يتغير والاحداث تتغير يعني منذ بدء ازمة كورونا والعالم يعني اصبح يعني مرتبط ببعض البعض اقتصاديا من ناحية سلبية ناحية التأثر صحيح وصولا الى الحرب على قطاع غزة هذه امور في رأيك يعني كيف يتم استغلالها من الدول التي لا ترغب الاستقرار في الدولة المصرية للتأثير على الشعب المصري خلينا اقولها بصورة استراتيجية اولا المنطقة العربية قلب العالم قلب العالم انا ومصر قلب المنطقة العربية فبالتالي انا متأثر بصورة كبيرة جدا من كل ما يدور حواليا سوق في الاقليم او في العالم كله لما نشوف المنطقة العربية هتلاها اربع مراكز استقرار مركز استقرار مركز استقرار الاوليين هو منطقة الشام اللي هو العراق سوريا لبنان فلسطين الاردن ده تأثر تأثر سلبي شديد وتأثر بيه الاردن ايضا وده مركز الحضارة مركز التاني هو مركز منطقة الخليج وده مركز الاموال والطاقة والبترول والغاز وده اتفتح جامعة في اليمن كبيرة جدا غير مستقرة أثر عليه المركز اللي في الشمال مشتعل تطخيم الخطر الايراني المركز التالت هو شمال افريقيا واللي شوفناه في ليبيا ده بأثر على كل شمال افريقيا بالكامل مركز الرابع وهو السودان وننزل على الجنوب مرورا بيه الصومال والجيبوتي والمنطقة دي ودي البحر الأحمر بيبقى على طول شرقها مشكلة مصر أنها تقع في المنتصف ما بين مراكز السيقة الأربعة يعني أنا ضريبة الموقع أنا في النص فأي مركز من دول بحصل له حاجة أنا بتأثر به تأثر شديد صحيح وإي حدود ملتهبة مع دولة فيها أزمة أو اشتعال أكيد تؤثر على الدولة فما بالنا أن جميع حدود مصر بالزبط كده يعني تحدوها دول ملتهبة صحيح إضافة إيه لا ده أنا بتكلم على الإقليم كله إضافة بقى بنسميه نطاق الأمن المباشر اللي هي الدول اللي أنا ليه حدود معها ليبيا وإحنا شايفين اللي بيحصل ربنا يوفقهم صوم دولتهم السودان وغزة والبحر الأحمر ده الدائرة المباشرة بتاعت الأمن القادم يسميه نطاق الأمن المباشر لو الدائرة دي طلعنا برها شوية هنلاقي الأربع مراكز ثقل وامتدادهم بالكامل قد الإقليم طلعنا بدخلنا على العالم كله هنلاقي الصدمات اللي بتحصل في العالم كله بما فيها مشكلة كورونا اللي أخدت كذا سنة تبعها على طول الحرب الروسية الأوكرانية واللي أثرت بشكل كبير جدا على سلاسل إمداد في المنطقة عندنا لأننا بستورد منهم لأن دي قرب المسافة كل المنطقة مش أنا بس كمصر بنستورد من المنطقة دي كل احتياجاتنا وملتسزمتنا حتى خاصة الغذائية فالصدمات دي مشكلة كبيرة جدا لأنها أيضا أثرت على المنطقة بالكامل منطقة العربية بما فيها مصر الحمد لله قدرنا أن احنا يعني المشروعات الزراعية اللي موجودة وزراعة مساحات كبيرة من الأمح بالذات كالسلعة استراتيجية الصوامع الحاجات دي الحقيقة بتزود نسبة الاكتفاء الزاتي عشان أقل للتأثير وتطوير الموانئة أيضا مش هقدر أمنعه 100% عشان أكون أمين مفيش دولة تقدر تمنع التأثير 100% في المنطقة وما حصلتش بس أنا بقلل التأثير على قد مقدر هي دي النقطة المهمة جدا لازم أفهمها أن الإقليم مشتعل حردت تقرير الأمريكي بيقول أن نسبة زيادة زيادة التأمين على الشحن البحري زادت 900% نتيجة التوترات والتهديدات في البحر الأحمر 900% فدي مشكلة كبيرة جدا و900% دول بيزيدوا على البضاعة اللي حتروح للمواطن في كل العالم كله وبالتالي يحدث التأثير النقطة التانية التصعيد الرهيب الاحتمال يحصل إن شاء الله ما يحصلش مبانا إسرائيل وحزب الله ده هذا التصعيد لو حصل بشكل كبير جدا ده أصل على مطاقة شرق المتوسط وبالتالي حيأثر تاني على سلسة الإمداد عشان كده كل دول المنطقة اللي عنده احتياط ينقضي عملة صعبة بيحاول يزود فيه بسهورة كبيرة جدا ويحتفظ به عشان يقدر يمتص به صدمات اللي هتحصل يعني ترى يعني ختاما لحوارنا سيادة الواق أن الخطر ما زال قائما رسالة إلى الجيش المصري في الختام ورسالة إلى الشعب المصري في ذكرى التورة الحدية عشر يعني رسالتي للجيش المصري يعني نحن دائما درع وسيف للدولة المصرية هنفضل كده على طول ويعني المقاتل المصري هو مقاتل محترف بيشيد بيه العالم كله مش أنا اللي بقول لكن العالم كله والدليل التاليات المشتركة اللي الدول بتأس عنها كمان لما منظومات التسليح اللي دخلت دي ليه الدول تدين السلاح بسرعة السلاح قمته في ايد المقاتل المصري بتزيد فده سمع للشركات اللي بتبيع فعشان كده بيدينا بسوع الرفال والمسترال والجويند وهكذا رسالة للشعب المصري بقوله من الناحية الأمنية واللي بيدور في المنطقة اطمئن لك أيضا درع وسيف والأمان النقطة أخر نقطتين الأمان اللي احنا عايشين فيه استغلوا في الشغل والوعي تمام أشكرك جزيلا سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية شكرا جزيلا لك